السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استكملنا في كرس القراءة مرحلة ما بعد كرس الفونيكس وده برضو الكرس ده موجود منه جماعة برايفت كرس القراءة ابني خلص فونيكس ومحتاجة عبودوا على القراءة واصحح للنطق طبعا النهاردة هناخد القصة رقم ثلاثة لو عايز يبنى في قراءة بالطريقة دي تمام اسعى كرس الفونيكس كرس المحادسة كرس القراءة البرايفت والمجموعات هيفرق جدا جدا معها في المستقبل القصة دي موجودة على سنة ربعة الناس اللي عندنا حد سنة ربعة موجودة بس لكن اللي جوه المحتوى مختلف لكن العنوان موجود وموجودة في صف الثالث الاعداد دي كده فار المدينة وفار القرية وجيبها في سنة ربعة عشان كان يبين الفرق من أجواء المدينة وأجواء القرية والتلوث في المدينة والقرية هادية زي عن طريق فارين فار عايش في المدينة وفار عايش في القرية والاثنين قريب وبتاع وفار المدينة قال لي فار القرية تعال أنا عازمك عايش معايا في المدينة كويسة جدا 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 وروح فار المدينة فار القرية هناك يلاقي دوشة واضواء وزحمة ودخان وتلوث فيرجع أقول له يا عم أنا عايز أروح إيه بيتي تاني ده موجودة في سنة تالتة عدادية موجودة في سنة ربعة عبتدائي طيب هتعال نقرأ ذا ونشرح الفوريكس ذا سيدي ماوس and the country mouth ذا طبعا ده حرف المركب نطلق على بعض القرية ذا ما نقولش زي ذا سيدي سيدي شورت آي وي لونج إي فين الشورت آي اللي هي إي إي سي سي والسي احنا عارفين لما يجي وراها آي أو إي أو وي بانطها سيدي والتي جاية بين two vowels بين حرفين المتحركين هنطلق على فلاب تي د د سيدي والوي في الآخر بتعمل إي طبعا الناس اللي وحدة فونيكس عارف أنا بقول إيه لكن الناس اللي مش وحدة فونيكس حاسة إن هم قاعدين في حاجة توهين عشان كده لما أجي أعلم عن المنهج بتاعي بقول يا جماعة لازم يكون الطفل اللي واخد فونيكس عشان أنا ده كله هقوله في المنهج وجلب أشح الكلمات فهو هيقول أكون قاعد مش عارف بقول إيه لكن واحد ياخد فونيكس معايا عارف أن بقول إيه ده كله شارحة في كرس الفونيكس زى سيدي ماوس الأوي بتعمل أو ساوند وأفتح بوقك بقول ماوس مش ماوس ماوس and the country ماوس country يعني هنا معناها الريف مش معناها دولة والأو هنا سايلاند كا كا شورت يو country والتي مع القارب بتعمل ترا زى كلمة تري تمام country ماقولش كانتري ماوس نفس الصوت اللي فوق the city ماوس and the country ماوس فور المدينة وفور القرية تعالي نشوف الفور نحن طبعا ناخدين القصة مرح وكمان بندرس الفونيكس اللي فيها طيب تعالي نقرأ القصة من خلال الصور زى ما انت شايفه فور المدينة وفور فور المدينة اللي هو عراس طائية أكيد باين يعني خواجب والتاني فور القرية اللي هو الغالبان ده لابس له بتة جميلة ده طيب هنا بقول لي one beautiful summer's day the city ماوس when to visit his cousin the country ماوس one طبعا كلمة دي خالية من أي فونيكس خلص ال-o هنا عامل صوته ال-o وال-o one beautiful beautiful يعني جميل summer اسمها summer مش summer summer يعني الصيف one beautiful summer's day في يوم صيف كيف كده جميل summer ال-r بنتها summer 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 the city ماوس went طبعا الجملة في الماضي went تصرف تأمي كلمة go went to visit his cousin بنتها كده cousin ال-s جايبين two vowels فبنتها the city ماوس went to visit his cousin the country ماوس فور القرية راح يزور كر فور المدينة تاني one beautiful summer's day the city ماوس went to visit his cousin the country ماوس ابن خلو بايد نعم تعا نشوف زي بنتشافين راح يزوروا the country ماوس had a humble home he ate plain food like corn and bees the country ماوس دي اش رحنا فوق had تفصيل سنة بكلمة have a humble بي هنا سيلنت home تمام long ago he ate plain food like corn and bees يعني بيأكل أكل في حبوب زي الدرة والبسلة the city ماوس was not impressed no sir يعني ايه هو مش منبهر بالعيش اللي هو عيش فيها ابن خالو ابن عمو عيش فيها impressed يعني مبهور يعني هو impressed عكس الصفة هنا مش مبهور انت عايشت ازاي في المكان يعني القليل جدا and the country maوس had hamil home he ate plain الا اي بتعمل long ago a plain food الاو بتعمل long ago food like long ago corn or long ago and short a peas long ago the city maوس was when the letter a comes after the letter w we pronounce the letter a o in american accent say was in british accent say was 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 not don't say not not was not impressed m short i pre short e impressed no sir no sir يعني بقوله انا مش مش منبهر لا يا حبي انا انت ايه اللي انت يعني فيها معناية يعني خيالك راح يزورك قالك ايه هو زي كده بقوله no sir لا 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 انا مش راضي لك الموقف انت عايش ازاي تاكل بسلة وتاكل الدرة انت بتهزر ايه المكان ده هرها تاني بسرعة the country mouse had a humble home بيت متواضع يعني he ate a plain food like corn and peas the city mouse was not impressed no sir الاية ار sound cousin يعني ابن خالي وابن عمي come with me to the wonderful city تعال معايا للمدينة الجميلة انت عايش فين كده wonderful wonderful cousin come الو هنا silent come come with me to the wonderful city said said the city mouse يعني الفور المدينة قال له كده said صغيرتاني من كلمة say said ما اقولش عليها said الاه هنا حالش هزة said the country mouse agreed the country mouse agreed فور القرية وافئ agreed ايه بتعمل لونج ايه وبنطقها كده agreed وابنطقها كده agreed and where they set off together ويه جلسوا معا تاني cousin بنادي عليه طبعا بحطوا رها كوبا ده بنكتي ويشم cousin come with me to the wonderful city said the city mouse the country mouse agreed and they set off together طبعا في حاجة في انجلش عندنا اسمها الانتونيشن الانتونيشن اللي هي نغمة الصوت ما ينفعش اكون بقى ارى قصة وفي موقف معين ما اغيرش في صوتي يعني ما نفعش اقول cousin come with me to the wonderful لا 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 cousin برد عليه يعني هم اتعجل come with me to the wonderful city said the mouse the country mouse agreed and they set together طبعا هم اقول شي together في الامريكان اكسن بقول together هم هيروحوا مع بعض المدينة زي ما انتا شايف اخد شنطته وامتعته وفور القرية الغلبان هيروح مع فور المدينة عشان يعيش عيشة فل غير اللي هو عيشها في القرية oh my مين اللي بقول كده اكيد فور القرية oh my نكملش بقى oh my god oh my oh my gosh ديبقين صح said the country mouse هو قال كده يعني oh my when he saw his cousin's grand home لما شاف بيت ابن خاله او ابن عنه الكبير اندهش الخبر ده كل بيت وهكذا oh my said the country mouse when he saw his cousin's grand home كلمة so اقصر في سلم كلمة c الا ايضابة اللي بتعمل لونجو او so وكلمة cousins خد بالك الابستروفي ديت معناها ابستروفي الملكية ازاي اميز بين ابستروفي الملكية وابستروفي الفيربوتو دي زي she is he is اللي اتنين بيجي من سياق الجملة هنا بيت ابن عمه تاني oh my said the country mouse when he saw his cousin's grand home نكمل طبعا عيشة فخفخينها جيب له بقى حاجة اناك كان بيكل فول كان بيكل بسلة وبياكل ذرة هنا هي جيب له الشوكرة جيب له عينة يعني عيشة بقى ومعلك من دهب زي ما انت شايف عيشة بقى فخفخينة تعال نشوف بقى الفور المدينة القرية هنقول ايه a feast a feast with us sit the city mouse browly تمام يعني ايه يعني بقوله a feast weights هنا الايمة غلط في الكتاب طبعا الحد ده اللي اجانا بيغلطه a feast wait us يعني بقوله كلمة a feast جاء من كلمة festival رح في احتفال a feast يعني الاحتفال او العيد بانتظرنا يعني هاكلك بقى يعني ايام هتشوف ايام عسل يعني دي معناها sit the city mouse قال له يعني انت هتشوف ايام عسل broadly كلمة broadly معناها بفخر طبعا هو واسك عنده غني روي الغني فبقول broadly الوايف الاخر اللونجي والاوي منطها أو broadly the cousins secretly begin to eat wonderful delicious foods like ham and a chocolate cake the cousins يعني اولاد العم secretly جاء من كلمة secret يعني بحذر او بسرية مغير ما حد يشوفهم يعني begin بدأوا to eat لونجي wonderful delicious عندي c i o u is ده حرف مركب بيعمل نسبة الشه sound ونسبة كتير بتنطقها delicious delicious c i o u بتعمل delicious foods like ham and a chocolate cake يعني بكل سرية هم بدأوا يأكلوا اكل لذيذ زي الهام لحم يعني وزي chocolate والشوكولاتة والكيك نكمل chocolate cake suddenly فجأة they heard noises suddenly يعني فجأة suddenly والواي في الآخر بتعمل لونجي suddenly ما تقولش suddenly ما تبينش suddenly 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 they هم 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 بتعمل لونجي heard هنا حاجة شازم بلش here heard سامعوا تصرفت أنا من كلمة hear heard noises ضوضاء الاو اي بتعمل oi sound noise ضوضاء noises ضوضاء صوت كتير يعني a cat with sharp crows أبير a cat القطة شرط a with the sharp يعني حاجة a r بتعمل a a خد بالك كلمة cat قلنا k وكلمة sharp قلنا شا ليه ما قلناش شا زي k لأن طبعا when the letter r comes after the letter a we pronounce the letter a a a cat with sharp clouds au w s خد a o o cloud يعني مخالب appeared ظهرت قطة كبيرة بمخالب حدة ظهرت من فين بقى هرط بيض على الرعب اللي هم مجيش حتى الصورة عملة ازاي تاني suddenly they heard noises a cat with sharp clouds appeared يا خبار هم الاثنين حتى فار المدينة اللي هو صاحب الدعوة اتفاجئ من القطة شكلها مرعي جدا 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 يا خبار ربي طعا نشوف الفار هيقول just in time كلمة just مش اسمها just just in time the mice كلمة mouse جمعها mice جمع شاز escaped inside a small hole on the mice long i escaped a short e k a second e بنتها long a escaped خد باكة d هنا بنتها d او t شبه بعد escaped inside in short i side long i ده الفونيكس جماعة ليه هنا قلنا in والتاني قلنا i inside in ليه مش قلنا in c او inside لان دي short ودي long طبعا عنده كله دارسين inside وال اي في الاخر نفس الحكاية when the letter a comes before the double l we pronounce the letter a o small hole برضو long o حالتين وراء بعد من long o in short o the wall يعني على طول الفقرون هربوا داخل حجرة داخل hole يعني الجحر او الحجر الجحر والله ما رأس ما اي اي طيب الحفرة صغيرة يعني داخله اي داخله فيها من الرعب the country mouse decided that the city was not for him طبعا the country mouse for المدينة الكارية decided that the city was not for him لا يا عم ده مش كاري لا 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 انا ما بحبش كده خالص عندنا القطط في القرية شبعانا ما بتهاجمني ش كده لا 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 ده مش كاري ده مش الحفرة اللي اعيش فيها ده معناها the country mouse decided the long i decided كرر that انه the city was not for him المدينة مش لي خالص لا 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 he made his way a way back رجع تاني لإيه هنشوفوا الصورة كده بسنة رابع الأول he made the city he made his way back to his simple home يعني هو خلاص هيرجع أو رجع لبيت البسيط عيشة بسيطة لكن عايش في أمام where he was safe and happy المكان الذي هو فيه آمن وسعيد تاني the country mouse decided that the city was not for him he made لنجي his short ا way لنجي back short ا to لنجي أو his short i simple short i home لنجي where لنجي لنجي he لنجي was لنجي safe لنجي and short a happy short a and لنجي كلي كلي مخافوني تاني the country mouse decided that the city was not for him he made his way back to his simple home where he was safe and happy خد بقى كلمة safe معناها آمن كلمة safe بالV معناها يحفظ وفارق جدا من V والV اهو خد بيبصوا لابن عم وكده بقولوا يا عم ده مشكاري انا هروح للمكاني الآن جدا 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 اكيد في مغزة من القصة دي القصة كده انتهت تعال تشوف يعني ايه يعني معناها المغزة الاخلاقي ليه احنا جدينا القصة يعني مفيش مكان يساوي المكان اللي انت عايش فيه سواء المكان اللي انت تحس فيه الامان عشان كده في الانجلش عندناك كلمة home وعندناك كلمة house كلمة house اي مكان تقعك فيه لكن كلمة home اللي بتحس به بالطمأنينة والامان علتك اولادك بيتك مراتك اهلك امك ابوك هو ده مع اني يعيش هناك فيها اكل وشرب وبغدادة وكل حاجة لكن الراجل حاس ان هو مخنوق طبعا فيه كتير مننا بيحصل له الحاجة دي اللي لم يطلع من بيته ويروح مكان معين حتى لو هو فخم جدا جدا بيحس بألفة والحنين الى بيته تاني او المكان اللي هو عايش فيه حتى لو كان بسيط يبقى مكانك او حياتك في المكان اللي تحسن فيه بالألفة والطمأنينة والامان مش المكان اللي انت فيه فخامة وفيه عيشة ثرئية طبعا قصة مهمة جدا 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 اشوفكم على خير في فيديوهات اخرى باذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته متنساش تساعد كرسي الكوليكس كرسي المحادسة كرسي القراءة زي ده بالظبط اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته